حذرت وكالة الأونروا من أن العملية العسكرية الأخيرة في شمال القطع تهدد تنفيذ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي من المفترض أن تنطلق بعد أيام أكد المفاوض العام لوكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينين أونروا فليبا لازاريني أن الاحتلال يحصر ما لا يقل عن 400 ألف فلسطيني شمال قطاع غزة منتقدا أوامر الإخلاء المتطورة التي تصدرها سلطات الاحتلال من وقت لآخر ومشيرا إلى أن الوكالة تم إجبارها إلى إغلاق عدد من مراكزها للإيواء للمرة الأولى منذ بدء الحرب في غزة